موسيقى موجز الثالثة عصر من التلفزيون المصري أهلا بكم أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير تنطاوي ذلك تزامنا مع احتفالة مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وكانت خطبة الجمعة بعنوان رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات وقد أدى الصلاة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كل من رئيس مجلس الوزراء مصافى مدبولي والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول محمد زكي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمسؤولين تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وقد تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 429 قاضية تمونية بمضبطات ما يقترب من 229.5 من الأطنان مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقترب من 43 طن سلع غذائية ومجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 106 أطنان كما تم ضبط أكثر من 39 طن دقيق مدعم وسكر تمونية أما في مجالي الاستلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 40 طن أسمنت وحد التسليح في مجالي حجب مواد البناء وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 591 قضية من بينها 138 قضية خبز ناقص الوزن و111 قضية خبز غير مطابق قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت سعر السولار عند 6 جنيهات و75 قرش للتر وكذلك تثبيت أسعار المزوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء كما قررت اللجنة تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاث بمقدار 25 قرش ليكون 7 جنيهات و50 قرش للتر بنزين 80 وثمانية جنيهات و75 قرش للتر بنزين 92 وتسعة جنيهات و75 قرش للتر بنزين 95 وقررت أيضا تعديل سعر المزوت المورد لباقي الصناعات ليصل سعر الطن إلى 4600 جنيه هذا وتنعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية انتهى مجزء الثالثة في أمان الله اشتركوا في القناة